اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في برنامج نهج الحياة الذي يبث على إذاعة الجامعة العربية الأمريكية حياكم الله وبياكم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الراحيم صدق الله العظيم هذه الحلقة بعنوان كيف تتخلص من الخوف والحزن بالقرآن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم فوالله لا قول بعد قول الله ولا قول بعد قول رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة راقية حقيقية للتخلص من حالة الخوف والقلق وهي الاستقامة على دين الله والاستقامة على شرع الله والعمل بأوامر الله والابتعاد عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه قال سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أنك إذا استقمت على دين الله وعلى شرع الإسلام وعملت بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه لن يصيبك خوف ولا قلق ولا حزم بإذن الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله أكبر تأتي الآن لأي واحد في الشارع تقول له أنا رجل أو تتنزل علي ملائكة من السماء فكيف يستوعب هذا الأمر الحقيقة الله سبحانه وتعالى هو من يقول أن من استقام على دين الله قال ربنا الله ثم استقام على شرع الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ملائكة من عند الله تتنزل خصيصا لك أيها المؤمن ولك أيها المؤمنة حتى ينادوا هذا القلب أبشر يا عبد الله لا تخاف ولا تحزن لغة لا تفقهها إلا القلوب ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فيرسل الله سبحانه وتعالى بوساطة هذه الملائكة الكرام طمأنين في القلوب أن هناك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين تنتظر من استقام على شرع الله ليس هذا فحسب من يهولون أو يخافون من الشياطين سواء كانوا شياطين جن أو شياطين إنس تذكروا هذا القول لله سبحانه وتعالى هذه البركة التي ينزله الله سبحانه وتعالى عليكم ملائكة تقول لكم وتنادي قلوبكم بلغة لا تفقهها إلا القلوب ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله أكبر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة أي بعد الموت نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا تخيل يا عبد الله تخيل يا أمة الله أن الله عز وجل يحفظكم الله سبحانه وتعالى بملائكة من السماء ينزلها خصيصا لكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا فإذا الله سبحانه وتعالى وكل هؤلاء الملائكة فكيف للشياطين أن تصل لكم سواء كانت شياطين الجن أو الإنس نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة حتى بعد الموت نحن أولياؤكم وننتظركم يا عباد الله الصالحين والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أنه حتى بعد الموت إذا مات ابن آدم وخرجت هذه الروح الطاهرة فإن هناك ملائكة معهم مسوح من الجنة وأكفان من الجنة والروح تكفن مثل الجسد فتصعد إلى السماء في أفضل إطلاله فيقول أهل السماء ما هذه الروح من هذه الروح الطيبة ما هذه الرائحة الزكية فيقولون هذه روح فلان ابن فلان أو روح فلان أو روح أبا فلان بأحب أسمائه إليه الله أكبر فهؤلاء الملائكة لا يتخلون عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لأن من بيده النفع والضر هو الله وحده لا شريك له ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي في الآخرة وهي الجنة لذلك أيها الإخوة الكرام لماذا الخوف ولماذا القلق ولماذا الحزن والله سبحانه وتعالى قد أعد للصالحين من عباده أعد لهم النعيم المقيم بجوار السميع العليم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ومن صلح من آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الفردوس الأعلى الملائكة عالم خلقه الله سبحانه وتعالى من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأيه تزت وارتجت ما موضع أربع أصابع في السماوات إلا وملك راكع وملك ساجد وملك قائم لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون بحمد ربهم حتى إذا قامت الساعة قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك الله أكبر ملائكة يهيئها الله سبحانه وتعالى لنصرة المؤمنين في الأرض فهنيئا لكل مؤمن ومؤمنة وأما عدو الإنسان اللدود الذي يوسبس له بالخوف والحزن هو الشيطان الرجيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني الشيطان ليحزن الذين آمنوا الله أكبر فالخوف والحزن يأتيان إلى عبد الله من وسوسة الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان بنت أو فتاة طلقها خطيبها نقول لها لا تحزني لا تخافي وثقي بوعد الله سبحانه وتعالى ولتكن ثقتك بالله عز وجل العالية أن الله سبحانه وتعالى سيسر لك خيرا منه إن شاء الله وتذكري قول الله سبحانه وتعالى كيف أعالج نفسي من الخوف والحزن بالقرآن عندما أسمع كلام الله عز وجل وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله عز وجل الله عز وجل هو من يعلم أين لك الخير أو أين لك الخير أختي في الله فلذلك لا تحزني قال الحسن البصري رحمه الله أدركت أقواما كانوا لا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل إذا بنوا بيتا أو أتتهم دابة ليركبوها كانوا لا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا يحزنون على شيء من الدنيا فاتهم فوالله لهي كانت في أعينهم أهون من الطراب ولكن كيف أتخلص من الحزن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي أتى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله مرني قال قل ربنا الله ثم استقم قل ربنا الله ثم استقم وأنتم أيها الأحباب يا من فقد ابنا حبيبا احتسبه عند الله شهيدا أيتها الأم المكلومة التي فقدت ابنها وقد قتله الاحتلال ظلما وزورا وبهتانا والله سبحانه وتعالى قد توعد كل من قتل بغير حق ويا من ابتليتم بقتل ابنكم في الثأرات وغيرها ويا من ابتليتم بالمصائب كلها بنقص من الأنفس أو الأموال أو الأولاد اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى ماذا يقول سبحانه في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم من شهد لهم بالهداية الله سبحانه وتعالى شهد لكم بالهداية يا من استرجعتم وقلتم إنا لله وإنا إليه راجعون يا من صبرتم فالله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء الشهداء والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن المظلوم شهيد من يقتل مظلوما فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى ومن يموت محروقا أو غريقا أو مطعونا أو مبطونا فكل هؤلاء شهداء عند الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءنا جميعا فالله عز وجل هنا يخبركم ويأمركم ولا تقولوا ينهى الله عز وجل عن مجرد القول بأن هؤلاء قد ماتوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون هكذا أعالج نفسي بالقرآن الكريم من الخوف والحزن عندما أسمع كلام الله عز وجل وهنا ابتدأ الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا وابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فألقي لها سمعك فإنما الله عز وجل يخاطبك أيها المؤمن ولنرى الله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة آل عمران عن من قتل في سبيل الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر الله أكبر في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا نهى عن القول مجرد القول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون هم أحياء ولكن القصة وما فيها أنه أنت لساتكم عايشين في الحياة الدنيا فأنتم لا تشعرون ثم في سورة آل عمران التي جاءت بعد سورة البقرة مباشرة الله عز وجل يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا مجرد تحسيب نهى الله عز وجل عن مجرد التحسيب مجرد الظن أن تظن أن هؤلاء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون متى الآن بمجرد أن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى في الشهداء وأقول لكم أيها الغوالي أباء الأمهات والشهداء وإخوانهم وأخواتهم قال صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال للشهيد عند الله ست خصال يؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة هنيئا له ويغفر له عند أول قطرة من دمه أول قطرة بتنزل من دمه الله عز وجل يغفر له ويرى مقعده من الجنة الثالثة ويرى مقعده من الجنة ويحلى بتاج الوقار يلبس تاج الوقار ويزوج الخامسة الخامسة ويزوج باثنتي وسبعين من الحور العين الله أكبر والسادسة ويشفع في سبعين من أهله فعلام الحزن وعلام الخوف أيها الأحبة والله سبحانه وتعالى قد اصطفى هؤلاء الشهداء والشهداء كما قال ربنا والشهداء عند الله لهم أجرهم ولهم نورهم فهنيئا لهم الخوف والقلق والتوتر عند البعض وخاصة الشباب أو الفتيات من الزواج الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم الله عز وجل قد أمر في كتابه الكريم معاشر المؤمنين من الشباب والبنات بأن يتزوجوا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنها سنته عليه الصلاة والسلام ثم قال وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فلذلك عندما يسمع الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل على كل شيء قدير يجب أن يؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير كثير من النساء اليوم تشتكي من أن زوجها سيء الطباع ماذا عليها أن تفعل تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتسمع كلام الله عز وجل وتؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى لنسمع الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في أواخر سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الله قدير على أن يهدي زوجي والله على كل شيء قدير الله قدير على أن يهدي ابني والله على كل شيء قدير الله قدير على أن يرزقنا والله على كل شيء قدير الله قدير على أن يشفي ابني الله قدير على أن يفرج همومنا والله على كل شيء قدير فعندما تؤمن بأن الله عز وجل على كل شيء قدير هذا هو الشفاء من القرآن الكريم وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فكيف يكون القرآن الكريم للناس شفاء بتطبيق ما جاء في كتاب ربنا بتطبيق كلام الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي والإيمان الجازم بكل ما ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى هكذا يكون القرآن الكريم شفاء ورحمة لك هناك شيطان وسواس يوسوس لك بالخوف والحزن والخوف من المستقبل مثالا آخر اسمع أفضل علاج للتخلص من وسوسة الشيطان ماذا يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إذا نزغ الشيطان في قلبك ووسوس لك في عقلك فليس لك ملاذ غير الله سبحانه وتعالى فوالله لو لجأت إلى الله عز وجل لم احتجت لا إلى طبيب ولا إلى قارئ ولا إلى أي إنسان ولكن هنا أنت تستعين بالخالق على المخلوق فالشيطان مخلوق والله سبحانه واحد أحد خالق متفرد بالعبودية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ هذا إيش مرض خلل حصل عند الناس إيش العلاج فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحوالنا قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم البيت فقال بسم الله قال الشيطان اللي هو الشيطان القرين مع الإنسان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الشيطان وقرينه من الملائكة هذا الشيطان اللعين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال الله سبحانه وتعالى قال قرينه ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد فهذا الشيطان من ذرية إبليس عليه لعنة الله عدو للإنسان عندما أمنا عائشة رضي الله عنها غضبت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتاك شيطانك يا عائشة يعني سيطر عليك قالت أو معي شيطان يا رسول الله قال نعم مع كل إنسان شيطان قالت حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم على خلاف بين العلماء في تفسير كلمة أسلم فبعضهم قال أنها خصيصة لشيطان النبي عليه الصلاة والسلام وبعضهم وهو الراجح والله سبحانه وتعالى أعلم قالوا بأن معنى أسلم إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم أي أسلم أنا من شر سيطرته ومن شر غضبه ووسوسته وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في المسجد تأخر على أمنا صفية رضي الله عنها فتأتي المسجد وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء يدعو الله سبحانه وتعالى فتضع يدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله البيت فقال لها من صفية ثم قام عليه الصلاة والسلام وكان رفيقا عليه الصلاة والسلام بزوجاته ليذهب معها إلى البيت وكما تعلمون بأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بابه له باب يفتح على المسجد مباشر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وهو في الطريق يدخل اثنين من الصحابة من الباب الشمالي فكأنه مات هامسة كأنهم قاعدين بحكم مع بعضهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسلكما يعني إذا سمحت وقفه على رسلكما أنا محمد رسول الله أنا محمد رسول الله وهذه صفية زوجي قالوا يا رسول الله نشك فيك وأنت رسول الله قال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق فلعله ألقى في روعيكما شيئا لذلك أيها الإخوة الكرام احذروا هذا اللعين احذروا الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان حتى وفاته كما قال الله سبحانه تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من عباده وأما أيها الإخوة الكرام قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قال صلى الله عليه وسلم عندما عرض عليه أهل القبائل وأهل المدينة رقاهم قال لا بأس بالرقا ما لم تكن شركا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس نزلت في ليلة واحدة قال الراوي ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد الفرح وأخذ بهما وترك ما سواهما ترك ما سواهما مثل إيش قبل ما تنزل سورة الفلق وسورة الناس كان إذا يأتي شخص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله لقد أصابني ألم أو وجع أو سوء حال ولم يحصل هذا إلا عندما قال شخص معين بأنني قوي وأنا أحمل مثلا لوحا من الخشب ثقيل فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ائتوني بهذا الرجل أي العائن ثم يخطب في أصحابه ويقول لا يقتل أحدكم أخاه لا يقتل أحدكم أخاه أي إيش بالعين وتمني زوال نعمة الله عز وجل عن الإنسان وهو الحسد فالحسد هو تمني زوال نعمة الله عز وجل عن الإنسان فالحاسد أشد إثما من البخيل لأن البخيل يبخل على الناس بما في يديه وأما الحاسد فإنه يبخل على الناس بما في يد الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد قال في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد فلذلك أيها الإخوة الكرام النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذا العائن ثم يأمره أن يتوضأ ثم يأخذ ماء الوضوء فيأمر المعيون بأن يغتسل بهذا الماء ثم يبرأ بإذن الله يشفى بإذن الله فالحمد لله على هاتين السورتين سورة الفلق وسورة الناس كان صلى الله عليه وسلم يقرأهما في الصباح وفي المساء وبعد كل الصلاة وقبل النوم فحافظوا عليهم فحافظوا عليهم بارك الله فيكم قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى في سورة الناس استعاذ من شر الوسواس الخناس ثلاثا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وأما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق مرة واحدة والله سبحانه وتعالى خالق كل شيء قال أهل العلم أن السبب في ذلك أن الشيطان القرين الملازم للإنسان هو عدوه المبين الذي قد يرده طريق النار والعياذ بالله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من شر شياطين الإنس والجن كيف أعالج نفسي من الخوف والحزن بالقرآن أن لا أستعين إلا بالله وأن لا أعبد إلا الله فأنت في كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تقر لله سبحانه وتعالى بالعبودية وتستعين بالله عز وجل فاستعين بالله عز وجل ولا تستعين بغيره يا عبد الله يقول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة أيضا والله سبحانه وتعالى قد جعل كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة فمن كان منكم أو من كنا يشعر بالخوف أو الحزن فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى يلجأ إليه بالدعاء وأقرب ما يكون العبد من الله سبحانه وتعالى وهو ساجد فأكثروا من دعاء الله عز وجل وأنتم سجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر ما أعظم الدعاء ما أعظم نتائجه ما أعظم نتائجه وما أعظم بركته كيف لا وهو مخ العبادة فأكثروا من الدعاء أكثروا من دعاء الله عز وجل يا أصحاب الحاجات أيها المرضى يا كل معسر ومهموم يا كل مكروب ومظلوم إن الفرار إلى الله واللجوء إليه في كل وقت وفي كل حين هو السبيل الوحيد للتخلص من ضعفنا والتخلص من خوفنا وحزننا فيا عبد الله إن أذنبت فتب إن أذنبت فتب وإن أسأت فاستغفر دع عنك ما فاتك في زمن الصبا واذكر ذنوبك وبكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتا هو أن تلاهن تلعب فالروح منك وديعة فالروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب فالليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب ألا يا أيها المحروم ألا يا أيها المحروم ما هو عذرك وأنت تسمع هذه النداءات من رب الأرض والسماوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ما هو عذرك وأنت تسمع هذه النداءات من رب الأرض والسماوات إن أسعد لحظات العمر يوم أن تقف بين يدي الله خاشعا باكيا متندما فكلمات التائبين مؤثرة ودموعهم حارة ذاقوا حلاوة الإيمان بعد مرارة الحرمان وأدركوا درب اليقين وعاشوا حياة الأمن بعد مسيرة الخوف والحزن والاضطراب فإن أذنبت فتب وإن أسأت فاستغفر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم بخير